بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هذانا للإسلام وأنار قلوبنا بأنوار الإيمان وطبع عليها بأسرار القرآن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي العدنان وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحباب نتكلم اليوم عن مكانة الأخلاق في الإسلام إن للأخلاق في دين الإسلام شأن عظيم ومكانة عالية حيث دعى الإسلام أتباعه إلى التحلي بها وتنميتها في نفوسهم لأنها أحد الأصول الأربعة التي يقوم عليها دين الإسلام وهي الإيمان والأخلاق والعبادات والمعاملات ولذا نالت العناية الفائقة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك ارتباط وثيق بين الأخلاق والإيمان وكل عمل يقوم به المسلم يحتاج إلى الأخلاق الحميدة والصفات الحسنة ولا شك أن من فقد الإيمان والتقوى فقد فقد تلك الأخلاق وكلما كان المؤمن أكمل أخلاقا كان أكثر إيمانا والالتزام بمكارم الأخلاق فيه تقوية لإرادة الإنسان وتمرينها على حب الخير وفعله والبعد عن الشر وتركه وبذلك تتحقق سعادة القلب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أقوال منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا ثم قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت ويمكن أيها الأحباب أن نجزم أن الأخلاق من أهم الصفات للمسلم ولها أربعة أهداف الهدف الأول أن هذه الأخلاق من أهم ما يميز رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول إنما بوعث لأتمم مكريم الأخلاق فهو صلى الله عليه وسلم بوعث رحمة للبشر ألم يقل له سبحانه وتعالى في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولو أن مجتمعا يسوده الغش والكراهية وخيانة الأمانة والفواحش هل يكون في هذا المجتمع مكان للرحمة؟ هل هذا مجتمع آمن؟ أحبابي كل العبادات هدفها الأسمى ضبط الأخلاق إذا أخذنا مثال الصلاة يقول الله عز وجل وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر أيكون قد أدى صلاته أم لا؟ فلكل عمل ثمره وهذا عمل لم ينتج ثمره يقول المولى سبحانه في الحديث القدسي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبتم سرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل ورحم الأرملة ورحم المصاب إذا أخذنا مثال الصدقة يقول سبحانه وتعالى في حق الصدقة أو الزكاة يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهدف الزكاة والصدقة هو التزكية وهي التربية العميقة على حسن الخلق إذا تصدقت ستتعلم الرحمة بالضعفاء ستتعلم الكرم وترك البخل وستكره الكبر وتتعلم التواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا أن هناك صدقات أخلاقية تفوق صدقات الأموال يقول صلى الله عليه وسلم ابتسامتك في وجه أخيك صدقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقات وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقات وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقات وإماطة الأداء عن الطريق صدقات الهدف الثاني وهو أن هناك انفصالا بين الأخلاق والعبادات بين الدين والحياة داخل المسجد يكون الإنسان منضبطا يؤدي صلاته على أكمل وجه ولما يخرج من المسجد يصبح شخصا آخر أين هي الأخلاق؟ هذا الفصل ليس من الإسلام في شيء الإسلام وحدة واحدة وكل متكامل وينتج عن هذا الفصل الصارخ نوعان من البشر الأول عابد سيء الخلق والثاني حسن الخلق سيء العبادة وهما نموذجان مشوهان ليس من الإسلام في شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه كما يقول صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة يوم القيامة من يتركه الناس اتقاء شره وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبه أو ستون شعبه أعلاها لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق كما يقول صلى الله عليه وسلم وهذه كلها أحاديث مؤثرة يقول أتدرون من المفلس؟ قال لصحابته أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار وإذا دققنا في القرآن أيها الأحباب اكتشفنا شيئا عجيبا فحينما يتكلم الله عن صفات المؤمنين نجد أن ترتيب الصفات في سياق الحديث صفة أخلاقية بعدها صفة عبودية ثم صفة أي أنها متراضفة مثلا قوله سبحانه وتعالى في صورة المؤمنون يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الهدف الثالث وهو أن نكون قوما عمليين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مدحه الله في القرآن بكثرة صلاة ولا قيام ولا صيام وإنما مدحه بحسن الخلق فقال سبحانه وتعالى في حقه وإنك لعلى خلق عظيم ولما سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن الهدف الرابع أيها الأحباب وهو الدعوة إلى الله بحسن الخلق إننا نريد أن نخرج لمجتمعاتنا أناس متميزين حسني الأخلاق إذا ظهرت هذه النماذج سيختفي النموذج المشوه الذي ذكرناه قبل قليل عابد سيء الخلق فالخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإسلام والهداية والاستقامة ولهذا من تتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى الله تعالى وبهذا أقبل الناس عليه ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله تعالى ثم بفضل حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم فهذا يسلم ويقول والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي وآخر يقول اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً تأثر بعفو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يتركه على تحجيره لأن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء بل قال الله صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعاً يا أخ العرب وآخر يقول بأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه وآخر يقول يا قومي أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءاً لا يخشى الفاقة وآخر يقول والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى أنه صار أحب الناس إلي وآخر يقول بعد عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه جئتكم من عندي خير الناس ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق كثير اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا وحرم جهنا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة